إيه اللي فرق النادي الأهلي النهاردة عن المباراة الأولانية بتاعة تونس؟ إن النادي الأهلي النهاردة مارسل كولر عمل طريقة مختلفة شوية في طريقة لعبة أو بتطور الهجمة بتاعة النادي الأهلي إنه بيعزل اللعبة في حتة بعد كده بيلعب الكرة العكسية للنجم إمام عشور ليه بقول نجم؟ عشان هو دايماً مصدر المشاكل كله لأي فرقة بتلعب النادي الأهلي هو إمام عشور وبالمناسبة الهدف الأول اللي جي من راكلة روكنية كان السبب في إمام عشور تعال نشوف اللي كان بيعمله مرس الكرة كان مختلف نهاردة في لقطتين تلاتة بالزبط إزاي أنه بيأذر وبيلعب الكرة العكسية الناحة التانية يلا أما نيجي نستعرض لقطتات بتاعة هجوم النادي الأهلي دي اللقطة اللي جي منها الكرة بتاعة الركنية اللي جي منها هدف النادي الأهلي زي ما أنت شايف النادي الأهلي بيحضر كرة أكرم توفيق هيسلم الكرة البرستاو مين اللي في نص الملعب؟ ده إمام عشور شوف الفريم اللي بعده أول ما بيرسي تاو هيسلم الكرة بص إمام عشور فين بعيد خالص عن الكرة اللي هيجيل فين مجال هنا حسين الشحات خد الراجل الباك رايت وبدأ يخش جوه الملعب نشوف الفريم اللي بعده هتلاقي على طول أن حسين الشحات هيبدأ يشاور أنه يلعبها له هنا فسحب مع الراجل تفضلت المساحة بص بقى إمام عشور بيعمله هو من قبل نص الملعب بيشاور عارف الكرة اللي قبله الناحة التانية أم جي بيرسي تاو قطم لجوه الملعب وأم لعب الكرة الطويلة لمين؟ لإمام عشور الناحية التانية خالص أم نادي الأهل إمام عشور استلم الكرة أنه ماشي بقى الفريمات اللي جاية دي هنا بقى مهارة إمام عشور لعيب نص ملعب متكامل يعني إيه متكامل؟ يعني بيعمل كل حاجة في لعيب الكرة الهجومي استلم الكرة الراجل راح عليه واحد على واحد أم داخل لجوه عمل نفسه يا رقص خد الزبون على السابتة ده غرق أصل دخل بدي بيل جوه وقام رايح لعب كرة عرضية أول ما الكرة تلعبت ده كان ممكن ييجي هدف للنادي الأهلي طلع الراجل للكرة وصلت ليه كريم فؤاد أم كريم فؤاد مرقص الراجل ولعب الأوفر اللي طلع وجيه منه الركلة الركنية الأولى للنادي الأهلي هل ده صدفة يا كريم؟ ده مش صدفة تعالي نشوف الكرة اللي بعدها نفس الكلام برضو النادي الأهلي هنا إمام عشور رحيحاول استلم الكرة في نص الملعب مين هنا موجود كريم فؤاد أول ما أول ما محمد عبد المرحي بص قبل ما يجري قبل ما أجري أنا هجري أروح فين بص لقى مين جاي حسين الشحات حسين الشحات نزل بص بقى مين تحت بيشاور إلعب لقدام مارس الكولر إرجع إرجع ماشي السؤال نرجع للقطة دي أول ما كريم فوادي السلام الكولر بيقوله إلعب الكرة فين إلعب الكرة في الحتة دي ليه في الحتة دي عشان حسيني الشاحات جي سحب مين معاه سحب معاه الباك اللي معاه نكمل الفريم اللي بعده قادي حسين تلعبت الكرة سوري الراجل حسين تسحب الراجل معاه اتفتحت المساحة اتلعبت لإمام عشور كالعادة وعلي معلول موجود كريم فؤاد موجود كل اللي بيجي بيجي بيقدم الحاجات اللي بيقدمها مارس الكرة خد هنا الكرة إمام عشور وهنا برضو عاوز أحيي إمام عشور في الكرة دي حاول رقص حاول يلبس الراجل كبري الكرة تقطعت منه ولكن بص على إمام عشور اللي بلعب أول بنهاي بطوله أفريقية ليه كرة تقطعت خد الكرة الراجل من إمام عشور اتحولت مفروض ان هي تحول هجمة لنادي الترجي بص بقى يا كريم الغل بلغة الكرة الراجل الجميع جيم رقصه تاني سلم المساكل لجنبه أمام عشور عابل تاكلينغ وبعد ما هم اللي اتنين وقعوا على الأرض الراجل قم قايم واخد الكرة إمام عشور الفريم اللي بعده خد الكرة عليه اتنين لعيبة وقم جيم رقص الراجل تاني ود الكرة بعد كده المينة كريم لحسين الشحات عشان تفضل زي ما هي هجمة للنادي الأهلي آخر لقطة معنا في تغيير الملعب هوريها لكة Delete نادي الأهلي كان بلعب على الكرة دي نفس الكلام هنا نادي الأهلي أكرم تفيقي معك كرة في وسط الملعب نشوف الفريم اللي بعده على طول نفس الكلام هنا هتلاقي إمام عشور واخد معاه الراجل يانسس ورجع رقم اتنين معاه بكرة كرة برضو هتتلاقي بطويلة لحسين الشحات وهنا يا كريم أول ما حسين الشحات استلم الكرة اللينك اللي ما بين دايما حسين الشحات وإمام عشور أول ما الكرة تكمل هتلاقي حسين الشحات لعب الباص على طول لإمام عشور إمام عشور هيسلم الكورة مرة تانية لحسين الشحات بص بقى مين هناك بيرفع إيده بيرسيتاو أم حسين الشحات استلم حاول يعملها تشيب من فوق خط الدفاع ولكن قلشت شوية وطلعت برة إذن النادي الأهلي أول ربع ساعة كان دي طريقة ضغطه ودي كان الطريقة الهجومية اللي النادي الأهلي بيلعب بها فمرس الكولور بصراحة بحقيه على طريقة الهجوم بتاعت النادي الأهلي النهاردة